تتواصل أعمال تنفيذ مشاريع تطوير كورنيش جدة الشمالي والذي يمتد لمراحل عدة بما يزيد على أربعة كيلومترات والذي تنفذه محافظة جدة حالياً تنفذ الأمانة تطوير الكورنيش للمرحلة الرابعة والخامسة أنجز منه تقريباً 50% من المشروع وسوف تستكمل 50% والمشروع بإذن الله سوف يتم في وقتها المحدد بالإضافة إلى المرحلة السادسة والسابعة جاء لدراسة الصميم فيها وسوف تطرح إن شاء الله في الأعوام القادمة بإذن الله يتميز هذا المشروع بخدمات عدة تشمل جميع الفئات والأعمار والذي سيضمن منطقة ترفيهية وشواطئ رملية وجلسات عائلية بالإضافة لتوفير كافة الخدمات خلق مساحات إضافية للزوار توفير الخدمات الإضافية لتسهيل وصول الزوار وتوفير الراحة لهم هذا يشكل جذب أساسي يعني عنصر جذب أساسي للسياح والزوار بما تشكله جداً لأن جدة طبعاً تعتبر بوابة الحرمين الشريفين هذا المشروع بالإضافة للمشاريع التي تم الانتهاء منها سيوفر مساحات كبيرة وعناصر جمالية وبنية تحتية متكاملة تضيف لعروس البحر الأحمر جمالاً جدة عروس البحر الأحمر بما حباه الله من إمكانيات جمالية تتمتع بهذه الشواطئ التي نفد منها البعض ولا زالت في انتظار إكمال المشاريع الباقية عبدالله الغامضي الإخباري جد